مرحبا برج القوس القراءة رح تكون حق الطالع الشمسي والقمري دائما الشمسي هو الأولى إذا ما انطبق عليك رح للطالع القمري وإلى آخرة رح نحاول ننظر إلى جميع الأصعدة ولكن الرسالات المهمة هي اللي فقط رح تظهر في القراءة نشوف مع بعض سبعة الخماسيات برج القوس أحس كتحات المستقبل دائما عندك قلق من المستقبل أو تسع الأكواب تنتظر شيء أو شخص معين بفارغ الصبر كأنما تمللت من الانتظار ممكن يكون تنتظر متى تتخرج من الجامعة وترتاح متى تتزوج وترتاح متى يرجع حبيبك ترتاح تنتظر شيء عشان يسبب لك الراحة لأنك قررت أن ما راح تكون مرتاح في وضعك الطبيعي البداية الجديدة كلها في شجرة واحدة أو كلها في فرصة واحدة في أمنية واحدة هنا قاعد يقول لي وزع جهودك حاول في كذا مجال في كذا وظيفة كذا شركة الشريك خل الأمور تمشي معه بالراحة لا تكون يعني جدا متعلق إذا الأمور ما مشت مع أفلان راح تنتهي حياتي خل النهاية عندك شوي مفتوحة خل عندك طاقة ملك السيوف هنا يطلب منك عدم تحديد الهدف حدد أن أنت تريد أن تكون سعيد في الفترة القادمة تحصل على أمنيتك أمنيتك الوظيفة ولكن لا تحدد الوظيفة تريدها تكون في أي شركة مثلا التجارة في أي موقع مثلا الشريك تحدد اسمه وقول فلان ملدي فلان هذا اللي أريده لأن أشوفه هنا عندك طاقة تقول لك أنت لا تعلم مصلحتك بالضبط وين؟ الإنسان خلق جاهلا يرى فقط السطح أو الظاهر في الكواليس في فرصة جديدة جدا مشرقة لك ممكن تكون ليست ما توقعت فهل سترفضها لأنها ليست ما توقعت أو مع شخص مش حاطة في بالك؟ هذا هو السؤال الموجه لك يا برج القوس راح أشوف توضيح لهذه الطاقة وكأنما أنت راح تتوجه نحو الشريك أو في الفترة القادمة ستحاول أن تحزم هذا الموقف موقف الانتظار عندك قلت لك في البداية تنتظر شيء من الماضي أو تنتظر رد معين من جهة معينة عشان تسمح لنفسك أن تكون مرتاح وسعيد هنا يقول لك لا عليك أن تسعى تواجه الموضوع تحصل على الجواب وإن لم يعجبك أفضل أن تحصل على الجواب الحين وتتعامل مع الموضوع وتكون مستعد لشيء أفضل قادم لك وممكن نفس الشخص نفس الوظيفة راح ترد تعرض نفسها بطريقة جديدة راح ترد تواجد في حياتك بطريقة جديدة ولكن لن يحدث هذا الشيء اللي إذا قمت بالسؤال هنا يقول لك اسأل مو مواجه أو أدخل فيه صراعات أو جدال لا هنا اسأل هل فعلا سأحصل على الوظيفة؟ اطلب جواب نهائي هل فعلا تريد أن تكون في حياتي؟ هل فعلا سنتزوج؟ جواب صريح راح تلاقي له السؤال صريح راح تلاقي له جواب صريح ست ست الخماسيات ست الخماسيات موجودة هنا يقول لي يا برج القوس أنت ما تقدر حتى لو حاولت أن تغلط لا تلوم نفسك على أي طريقة يمشي فيها الموضوع سواء مشى بكيفك ولا مو بكيفك في النهاية راح يمشي لمصلحتك أنت فلا تلوم نفسك ولا تلوم الآخرين لا تلوم الجهات اللي قاعد تتعامل معاها لا تلوم الأهل ولا تلوم الشريك كل شيء في النهاية راح يوصلك لمبتغات بطريقة أو بأخرى فسهل الموضوع على نفسك عزيزي لأن تحتاج أن تكون في مرحلة لوحدك من أجل أن نعرف معنى السعادة وجود هنا خمس الخماسيات بين هاي القراءة يقول لي تحتاج أن لفترة ما تعرف معنى الوحدة أشان تعرف قيمة اللمة الألم ما راح نعرف قيمة السعادة بدونه ونفس الشيء لو ما كان في حزن ما بنعرف أن احنا سعيدين من المعاناة اللي أنت فيها وإن كانت معاجبتك وإن كان الوضع حاليا مش مقتنع فيه من هذا الوضع تخلق رغبة جديدة احنا دائما نفكر الرغبة الجديدة أو الهدية من السماء تقع في حضننا نقوم من النوم نلاقي كل شيء حلمنا فيه ينتظرنا صح؟ ولكن هني يقول لك هذا الوضع اللي مو عاجبك يخلق رغبة الرغبة هي أثمن شيء ممكن أنت تحصل عليه أثمن حتى من المال كل شيء يبتدي برغبة رغبتك أنه أنت وضعك يكون أحسن تكون مستقر مع شريك العطاء والأخذ معه متبادل تحبه ويحبك موجود عشانه وهو أيضا موجود عشانك حياة استقرار وهذا ما يريد لك الله وهذا اللي فيه مصلحتك فأبدا لا تشكك في وضعك الحالي أو المستقبلي كل شيء موجود في حياتك رح يضعك على الخارطة الصحيحة أخر شيء كرت الفول كأنه من الأوضاع الحالية رح تكون تلعب بطريقة أو تجرب طريقة عشان تحررك من أمور معينة وتعلقة بالماضي تفكير معين ما أدري ليش أحس أن التفكير عندك هنا نمط تفكير معين دائما تتمنى الشيء وتتمنى بصفة تحديدية وايد تحدد الشخص تحدد الطريقة تحدد متى وأين وكيف ما تخلي عندك نهاية الطلب من الله سبحانه وتعالى يكون مفتوح أريد أن أكون سعيد وكفى أريد أن أملك المال وكفى أريد أن أنجح في تجارتي وكفى هذا كرت الصفر أريد ولكن شلون رح يأتيني الموضوع هذا مو مهمتي هذا مهمة الله أنا أهتم بالجانب اللي أقدر أتحكم فيه رغبتي وأوجهها في الطريق الصحيح النهاية المفتوحة لسؤالك بينك وبين الله هي الطريق الصحيح لأن في أشياء في الكواليس تحدث إحنا دائما ما نراها ولكن نرى نتائجها على حياتنا اليومية فخل عندك ثقة بالله الملك الواثق ثقة بنفسه وبالله سبحانه وتعالى إن الشخص اللي من مصلحتك هو اللي عندما تقفز من على التلة هو اللي سيلاقيك الفرصة الوظيفة اللي من صالحك بغض النظر عن الدخل الراتب الامتيازات اللي من صالحك هي اللي ستلاقيك على الجانب الآخر فهذا الجانب ممكن يتضمن أي معنى عاطفي مالي عملي على حسب نيتك أنت ووضعك مع الأشخاص في حياتك رح ننظر إلى جانب آخر وهو جانب الصحي أو احتمال العاطفي الجانب اللي احنا ما كلمنا عنه تارو حلم الرسائل الأخرى لبرج القوس السيف الوقت كالسيف اللي لم تقطعه و قطعك أحس أنه في المستقبل رح يكون عندك حرية التصرف بالسيف لا تنسى في الكرتات اللي قبل كان عندنا ملك السيوف و فارس السيوف المطلوب منك أن تتمكن من سيفك من قدراتك من وقتك من الفرص اللي موجودة أمامك وتعرض نفسها عليك بالضبط عندك الملكة المتمكنة ملكة النار الأقصان هذه الملكة ما تتردد ولكن مش لأنها مندفعة لأنها تمكنت من الغصن اللي عندها عندها أداة أنت مشرط عندك غصن يمكن يكون عندك سيف يمكن يكون عندك خماسي بغض النظر عن العرض اللي يأتيك في طريقك تمكن منه لا تحس أنك مش وافق في طريقة استخدامه متخوف لأن الثقة هي اللي راح توصلك بالضبط كرت التخوف كرت أنك تخاف أن إذا مسكت الأكواب أو حصلت على الأكواب راح ينكبون لحد الآن عندك نوع من التخوف احتمال ينبع من الماضي تجاربك اللي مريت فيها في الماضي كان فيها خسارة فدائما تفكر وإن كنت في الحاضر وعندك فرص جديدة تفكر في الماضي الماضي ما كان اوكي فالحاضر أيضا ما يصير اوكي هنا عندك صراع ما بين الماضي شلون مشى انت قاعد تخلط هنا ما بين الأشياء اللي في الماضي خمسة أكواب عندك من الماضي مع الأكواب الجديدة من الحاضر صار عندك المجموع السبعة تخلط ما بين الماضي والحاضر مثل الماء الصافي اللي نخلطه بالماء العكر لما نخلطهم مع بعض رح يأثرون على بعض ولكن رح يأثرون على حاضرك رح يأثرون على قراراتك على حسن تصرفك في المواقف رح تكون مش عارف شنو تختار وشنو تبدي تثق بمن أي فرصة أفضل لك رح يصير عندك تشويش إذا ما تخلصت من الأشياء التراما الأمور اللي مرت فيها في الماضي اللي لحين يأثر عليك نفسيا هذا تأثيرها ترى نفسي أكثر من إنه جسدي أكثر من إنه مادي هذا تأثيرها نفسي عليك حان الوقت أن تقطع هذا الحبل عشان ما يدخل عندك الماضي مع الحاضر نوضح الكرتاز عندنا الامبراطورة لما تحتاج للسيف معناتها إنه هي تمثل الأم الأرض حتى الأم الأرض تحتاج إلى السيف عندما تنتشر الغابات في كل بقاع الأرض إحنا نحتاج للسيف عشان نقطع عشان نحدد عندما يزيد انتشار الغابات عندما يزيد انتشار الشي محتاج أن تضع حدود لمأن رح نشوف في شي رح ينتشر عندك ويكون إيجابي لكن رح يزيد عن حده ممكن يكون تهتم بالشكل بشكل زايد تهتم بالتغذية بشكل زايد بالمظاهر بشكل زايد بالمظاهر بشكل زايد ممكن يكون أي شي إيجابي ولكن عندما يصير مبالغ فيه رح يحبسك أنت عبالك أن هذا الوابع أنت موجود فيه برغبتك ولكن هو سيحبسك من أن تنمو من أن تتطور لأن ما أدري ليش بس أحس أن أنت هنا تبالغ في ردة فعلك أو تبالغ في العطاء تبالغ في الأخذ لدرجة أنك وقت من الأوقات رح تحتاج للسيف أوكي هذه أيضا رسالة لك ومعروف برج القوس من الأبراج اللي يتبع رغباته يقول ما يرغب فيه يفعل ما يرغب فيه نضح باقي الأوراق عندنا ثلاث الخماسيات موجودة تحت خمسة الأكواب هنا يقول لك ركز على الحاضر الحاضر هو أفضل تشتيت لك وطريقة للخروج من طاقة الماضي أوكي لحد الآن قاعدة تجذبني كارت الأمبراطورة في قصة التارو والإمبراطورة تحتاج إلى الإمبراطورة عشان يأتي من بعد ما هي تسبب في ازدهار الأرض ازدهار الحيوانات ازدهار الطبيعة هي تحتاج للإمبراطورة أن يأتي ويضع حدود ويضع سور أوكي لهذا النمو في نوع من الرقبات عندك نوع من المبالغة في شيء معين محتاج لا تنسى تحت أربعة الخماسيات محتاج لوضع حدود مع الناس اللي حولك مع طلباتك من الناس اللي حولك عطائك للناس اللي حولك ممكن يكون أي شيء لكن هذه مسألة تسترعي اهتمامك عندك أربعة الأكواب في فرص جديدة قاعدة تقدم نفسها لك ممكن يكون حب جديد ممكن يكون باب ينفتح لك عن طريق العمل مصدر رزق ثاني قاعدة أشوفه إضافة مصدر رزق ثاني انت لحد الآن متعلق بشريك سابق يأتيك شريك أجدد شريك صافي ولكن انت ليش عندك الأكواب كلهم صيرين صفة واحدة لأنه كأنما هني تعقت من الخسارة وصلت لمرحلة تعتقد بأن كل الأصابع سواسية وإن كانوا ليسوا سواسية بس كأنما انت تمللت هنا تمللت من كثرة الخيارات تمللت أن دائما يخدعونك الأشخاص فقررت أنك ترفض أو تؤمن بالحب مش عرض ترفض الشريك ممكن تسمح لأنه يدخل في حياتك ولكن سماحك أن يدخل حياتك مو معناته أنه فعلا في حياتك سمحت لأن يدخل قلبك في فرق ترى قاعد يحذرك من هاي النقطة إنه لا تخلي الماضي يؤثر على نقطتين مهمتين عندك في الحياة ينتظرونك الحياة العملية اللي أنت مقبل عليها واللي محتاج أن تتمكن منها وأيضا يكون في نوع من الكنترول والسيطرة عليها معروف برج القوس عندما ينوي أو يحب أن يعمل شيء معين يسوي ليل نهار بدون أن يرحم نفسه أو يريح نفسه محتاج هاي النوع ومحتاج أيضا أن تتخلص من متعلقاتك بالماضي بحيث أنه إذا ممكن الشريك نفسه يرجع لك يعرض عليك فرصة جديدة ممكن شريك جديد انظر إلى الكأس هنا ما أقول لك اقبل أو ارفض هنا على الأقل ارفع رأسك انظر إلى الكأس نفسه قيم الشخص قبل أن تحكم بشكل عام شوف شنو فيه في الكأس قبل أن تقبل أو ترفض راح أسحب لك كرت أخير تابع النصيحة يا برج القوس قيم الشخص وفرصة جديدة تابع النصيحة بلضبط المسيجات تكرر ما أخبرتك إياه تعرفوا على بعض أوحان الوقت أن أنت وهذا الشخص وهذا الشخص ما أدرى هذا الشخص ممكن يكون فرصة عمل حتى تعرف على الشيء اللي قاعد يعرض نفسه لك في الفترة القادمة يقول لك يا برج القوس أنا موجود انظر في داخلي قبل أن تدخل الناس في حياتك شوف عندك قطبين أنت لحد الآن ما تمكنت ناس ما فتحت معاك هنا الكرتات ما تمكنت من أن تمسكهم من الوسط ماهما عندك كرت أن تسمح للأمور بالازدهار فوق ما يجب فتحتاج بعدها السيف تحتاج الامبراطورة إلى الامبراطور أن يأتي ويقنن يحط كنترول على اللي سويتها الامبراطورة وأيضا عندك طاقة ترفض ترفض حتى من دون أن تنظر إلى الكأس نفسه إما تقبل وتروح دائما مع التيار إما لا ما راح أروح مهما يعرضون عليه ما راح أروح أوجد لنفسك حل وسط هنا ما قاعد يقول لك مرة ثانية أقبل أو أرفض تعرف على الأشخاص خذ وقتك في شيء اسم الحق أن تتعرف على الشخص قبل أن تدخله في حياتك قبل أن ترفضه قبل حتى أن تعتبره شريك تعرف عليه شوف أطباعه يناسب أطباعك تفكيره التناسب والتكافؤ جدا مهم في العلاقة بعد أن تتعرف عليه من حقك من دون أن يحكم عليك أي شخص أوكي